تنطلق غدا فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبمشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتقطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية في الفعاليات التي تتضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية تشارك بها وفود دولية ومحلية والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة تأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية الذي ينطلق تحت شعار صناع التغير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية ضمن استعدادات الدولة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة في الرابع من نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر